قبل ما نسألك عن نادي الزمالك لأن انت اللي حطيت نفسك في هذا الإطار ما نفعش يبقى ميدو موجود في أي حتة ولا يسأل عن نادي الزمالك لك الأول ليه؟ لا لازم تسأل لازم هنسألك لأنك انت لك انتماء لنادي الزمالك أعلانك لا طبعا طبعا فالأول هنسألك بس على مايوكا رأيت فيك لاعب وكلوبالي بعد اللي ظهر بيم بارح في مبارات الداخلية لا يعني أي لعيب أفريقي بيجي أو أي لعيب أجنبي بيجي يجب أن يحتاج وقت أطول علشان تقطبته وعشان يقترناه ويتأقلم على الأجواء الكرى المصرية والثقافة المصرية بالأجابتاشي طبعا وانت رجل يعني سافرت في أوروبا ولقيته وعارف يعني ان انت لازم تاخد وقتك وانت مثل الإعلامي السامد وانت نادي يدور في حماية اللعيب الأجنبي كل دي عوامل بتساعد العيد الأجنبي ان هو ينجح أنا فرقي ان العوامل دي ما تغطرتش المايوكا نهائي نخلي مالك انا ما جيتنا مايوكا في مالكا جبناش العيد مش شارع ما جيتنا العيد دولي هدف كهاز الأمم الأفريقية حصل على أفرق كهاز الأمم الأفريقية في 2012 لكن بعد الجيل تم ماله وهو هيعمل في نفسه استسلم للأمر الواقع ومحدش محدش جهاز فن يجيخد بإيده يعني مبيش حد يخد بإيده بس هو بالرغم ان هم لعبوه في الأول لكن ومجاب أهداف لكن ستة هداف يا خبست ساقه ما يوقف أول تسعة مشاركات أول ستة هداف يعتبر نسبة عالية يعني تعتبر نسبة عالية الراجل دا لعب ستة وخمسين مباردة ولاي يا ما يوقف مش راجل مش شارع وراجل انا كنا جايبينه فري ايجنت ومشنا فاي جيت لوس في فالة كبيرة جدا لما تجيب العيب النفع فري ايجنت تشتريم النادي كل مالي دا بتجنمائة الف استريني كل مالي دا بتجنمائة الف استريني يعني بتتكلم في عشرين مليون جنيه لا ما قابل كان ساعتها الجميل استريني قليل ما تخليش علاقتك بالمهانس محمود طار تأثر على تذكيرك او هكتبك ليه ليه ما الديون جنيه الراجل بنت عشرين مليون جنيه انت بتكلم على كلوبالي بتعلقالي لا انا بتكلم على مايوكا دلوات مايوكا فري اه مايوكا نفسه قبط كام مايوكا نفسه عقده كام مايوكا فري وعقده كان مايوكا فري مايوكا فري مايوكا بتتكلم بقى كلوبالي دي صفقة طانية خلاص لا كلوبالي لا غالي غالي طبعا لكن هو واضحة كان لعب لعب كويس ومحتاج فرصة وانا شايف ان كان فرصة تفتكر ما ظهر بيه مبارح هو دا مستوى اللي هيظهر بيه بعد كده كانت في العيدة بتلعب كويس او بعد كده بعد كده متلعبش كويس يعني محتاج وقت انت راشت عقب على العيد محتاج على العيد معشان كده انا بكلمك انا بكلم احمد حسان ميدو اللي انا عارفه هل انت اللي شفته مبارح دا دا اللي هيستمر ولا هيقل المستوى اللي انت شايف فيه اه من خلاله انا شايف ان هو العيد كويس انا شايف ان هو عايب كويس لكن ماتش باهم طبعا انا شايف التحركات اه ماشي اه دخلية بطيئة لكن شايف التحركات ان الكرة اللي عيب بيرفع من ناحية الشمال هو بيخترق وداخل متوقع ان الكرة هتيجي في الحتة دي اللي حطاها في دماغه الكرة اللي عملها باكورد التصرف سريع في ان عمل باكورد اه ما لفسيتش في رجله وطلعت عالية لكن التصرف سريع انت او خبالك هو 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 يعني الواضح ان هو استكتفع الكول يعني مؤثر يعني يعني اما العيد ينزل الفترة اوليه لو يعمل ثلاث اربع كورة عالجول خمس كورة عالجول ويجيب جوليه ده معنا انه مؤثر واسر يعني انا بتمامنا تمامنا ان اعلامنا دايما يبقى يعني واعتمامنا ان حضراتك تتبنى هذي الفكرة بشكل جايب اسم الله نروح لبادي دجلة شوية محمود علاء خلاص مضى لبنادي الاني لا انا حالس والله اللي عالين يعني مميزة كده ايمكن ان هم يكونوا خدوا الخطة دي من خير ما يرجعوا لي ويتكلموا معايا لان انا انا في الوقت ديكلان متفتحين على او متفتحين للعروض يعني مش مش يعني لما يكون اللعيد بيجيله عرض جيد وعرض هو راضي بيه واحد راضي بيه من ناحية البدية وانا ما 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 مطارش يعني او ما ما مطارش فوش اللعيد وطريقه فما فيش حاجة بالكلام ده حصل النهائي انا شوفنا استرادر بينسحال اخيرة بعض الاخبار فانا هو وقع فرزلالي لكن بأكدلك ان مفيش حاجة من دي حاصلت طيب شايف الفوز على الانتاج الحربي بخماسية ثم انخفاض الاداء في المباراة اللي بعد كده ده طبيعي ولا يعني يرجع سبب الام من وجهة ناصر التعديم اه انا احنا احنا ادينا شوط جايج جدا الشوط الاول اما الناصر التعديم ولكن الشوط التاني من نسبالنا كان كارسي بكل المقاييز اه او انا حذرت اللعيبا بين الشوطين ان الطريقة اللي كان هنا بيها الشوط الاول هترجع فريطة الناصر التعديم المباراة تاريخ من ديهم ثقة اه بالاسس يعني بالاسس يعني حاجات كتيرة جدا ضررتنا اه مش عايز انا ما بقول هاشكا عذار ولكن دي حقيقة اه التوقف بعد مباراة الانتاج والفوز على الانتاج اه بالخماسية اثر على على ممكن على سرار اللعيبة على المكسب امام الناصر التعديم نستقرهم بالمباراة اه استدعاء ست لعبين للمتخبات كل واحد يوم جاي بفكرة مختلفة وجايب يعني بأهداف مختلفة ده بيبقى صعب جدا خاصة ان قصر المدة قبل التحضير المباراة كان عندي دي اللعيبة موجودين في المتخب الاول واربعة موجودين في المتخب المحليين اه منهم بقى من لهاب اساسي ومنهم اللي ملعبش ومنهم اللي زعلان انهو ملعبش ومنهم اللي لهاب عشر دقيقة بس يعني من تحضيره 48 ساعة بس قبل المباراة ممكن يكون كان غير كافي لكن كل ده من الزباني من النهاية مش اعظار كان لازم طبعا محترم الناسة وفرقة مقتهدة جدا لكن كان لازم ان احنا نستغل مكسابنا في الشرط الاول وامكانيات لعبتنا ومنهم بقدر ان احنا نطلع اه كاسبانيين ولكن اعلى شيء في جورة القدم ان دايما عندك فرصة تانية اه والفرصة التانية دايما بتبقى رائبة احنا عندنا مطش يوم تسع ان شاءنا عمام الشرقية بنحضر نفسينا دي كويس جدا وبإذن الله لقدر نطلع من الحالة دي ان احنا نكسب اه مكسب كويس بإذن الله ونقاتل على المكسب بإذن الله هل فعلا فيه سابقة تبدلية بين الاهل ودجلة لو محمود علاء راح الاهل ان انت شايف ان اكرم توفيق ممكن يجيلك والله والله يا خالد ما تكلمنا في موضوع محمود علاء مع الاهل انهاي خالص ممكن يكون بيه كلام حصل ما بين الاجتنين رسالة القدية طب اكرم توفيق مقتنع بامكانياته يعني طبعا اكرم لعيب طويس جدا ولعيب صغير في السن وعنده خطرق جدا وده شيء مهم جدا بالنسبة للعيب صغير لكن عشان ما صريح معك انا يعني في السنة الجاية وانا بابني الفريق بتاع الودي ديجلة فكرة الاعراض من الاهل والزمانة مش هتبقى الفكرة المفضلة ليا احنا هدنا قطع ناشئين قوي جدا بنحاول كل اسبوع ونطلع اتنين لعيبة مختلفين يشتغلوا معنا اه كل عشر طيان وعندنا خمس ست لعيبة نتشوفت البطشة لبنا محمد شميف احد اولاد ودي ديجلة هاي محمد هلال احد اولاد ودي ديجلة محمود مرعي بيلعب معنا في صفة اثيسية احد اولاد ودي ديجلة من الناشئين احنا بنفضل اللي انا مادي فرصة للولاد على أننا ما نستعيد العيع 없이 من الأهل و الزمالك لأننا أشاهدون أن الكنات من الإنسان الأهل و الزمالك أو أندية التي عادها معها الحق في العيبة وهذه الأهل ستستفاد إنما أورادي لم أستفاد أبداً لا يجب على Fivek أو لا يجب على مضالك أو ماء لكن الحقيقة يتساح senza العين من الأهل الزمالك بالنسبالي مش الفكرة المفضالة اه ممكن بقى لو عندي ازمة مذنوب اه اه عندي ازمة سنركز معين ومفيش بدائل جيدة ممكن ساعتها يلجع عن الفكرة دي ولكن الفكرة الاولى بالنسبال هي هي انت عاقض على عيبة بنفس العقلية اللي احنا عايزين نبني بها الفريق عقلية الفوز وعقلية الابطال نمرة اتنين اعطاها فرصة للولاد النادي لان احنا عندنا اه اه يعني اه قطاع مشقين مميز اه والعيبة يعني عايز اولا انت طلعت الاسبوع اللي فاتت الان اولاد العيبة مميزين جدا الوحس ومحمد رضا واحس ومحمد عادل الاثنين مميزين بشكل كبير جدا يمكن محمد عادل مصاب ومحمد رضا ده يعني هيبقى ان شاء الله مع الشغل هيبقى لعيب كويس جدا ففكرة زي انت بده اعمل اه تدويرة على المشقين اه دي فكرة يعني انا في السلسلة دي مع مع ودي دكلا انا شايفة ان هي مميزة جدا لان هي اه اول حاجة بتدي امل لكل الولايات الصغاريين اللي مميزين في النادي ان هما اليهم فرصة مع الفريق الاول اه نبرا اتنين بتدي لك فرصة من تشوف اكبر عدد من اللاعيبة مميزة في كل عشر ايام اثنين اللاعيبة بيطلعوا اثنين اللاعيبة بينزلوا اثنين اللاعيبة بيطلعوا اه واثنين اثنين اللاعيبة بينزلوا واحنا استفادنا بشكل كبير جدا اه من من الفكرة دي السنة الجاية بإذن الله هنعمل فريق الرديس وهنعمله بشكل مميز جدا وهنعمل لهم بلان وخطة ان هم هيكون عندهم مباريات في أوروبا وهيكون هيلعبوا في المكسب الواعد أكتر من 40 مباراوة دي وهننفذ فريق ريزيرف أو و هيكون معا مدربين مميزين جدا عشان نقدر النقمة و هيكون بنفس الفكر التدريبي والبرامج التدريبية تعت الفريل الأول علشان أي العيد يوسع لنا يعني يوسع لنا الهماشة ده ممكن تختار من ده و يتدربوا بنفس اسطوب الفريل أول يعني ده شيء رائع جدا 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 النظام اللي انت عامله ده ناشاء الله كابتنا أحمد لكن برضو يوميدو أحساسي انت بيتميل للحريفة الهدفين شيكابالا واحد فيهم عمد متعب و او قدّر موسيح بنازل الأهل ميد و شاف عمد متعب إزاي ؟ يعني طبعا عمد متعب م parallel موهبا كبيرة و و او اه Aww احن انت بص الموهبات اللي عند عباد متعب اللي هي موهبة الرقم 9 اللي عندو الموهبات الفطريات للتهديف دي صعبة جدا تلاقيها في أي العيد نحن و ممكن تلاقي العيب قوي ممكن تلاقي العيب قوي و ممكن تلاقي العيب قوي وolla و ممكن تلاقي العيب قوي وحريف بس ما عندهش الحاسة التهديفية اللي موجودة عبد اماد متعب ويمكن يكون هو الاخير اللي عنده الحاسة التهديفية الفطرية اللي لسه موجود في الملعب صح وانا بتطفق معك مليون في المية شايف عماد متعب يعني من الجيل الجميل اللي عنده كل اللي انت بتقول عليه ده بعد كده كل واحد عنده ميزة ومش عنده التانية انما متكامل هو عماد متعب بالضبط يعني لكن هو بنفس حالش كذالا زي ما اتكلمت وقلت ان هو محتاج عدد دائي كافي عشان يرجع والنفس استحمله وده طبيعي انا بتكلم عن عماد متعب بالنفس الناس انا شاف ان هو لو اخذ عدد دائي كافي هيرجع عماد متعب بإمسال عبد القدر ان هو يرجع لعماد متعب متاح مش هفكر مرتين مثل انا اتعاقد معاه وده كلام انا اقول انه الرئيس النادي ورئيس النادي يعني متفق معايا بشكل كبير جدا وانا شايف ان مادتها اللي اتعابل بشكل نفسي معين وتم الاعتماد عليه بشكل رئيسي وخد ثقة ان انت المهاجب من الواحد بتاعي وقتع الفريق مهما حصل مش عايز اقولك انه ممكن يرجع لمنطقة مصر التعابل النفسي مهم جدا في الموقف انا الحمد لله مرد بيها كلاعب وكامدرد ويتعابلت بيها مع العيبة معينة ورصول فلو متاح او ربما كانت بتاعاته لكن لو متاح في السنة الجديدة انا متاكد ان انا ضرر لك عدد متابل جاو مهما ح Brooklyn جدا ويجب организمم أنني اتدتين صغير نبي